مجلس الوزراء مجلس الوزراء وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني وكيل وزارة الصحة نائب رئيس هيئة الكهرباء والماء للتوزيعات وخدمات المشتركين رئيس مجلس أمانة العاصمة رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية المادة الثالثة تختص اللجنة بالعمل على تحقيق المواءمة بين خطط مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبين برامج الجهات الحكومية وفقا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المادة الرابعة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور رئيس الاجتماع ويجوز للجنة دعوة وكلاء الوزارات الأخرى والاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء أعمالها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة المادة الخامسة يعين رئيس اللجنة مقررا لها من بين موظفي وزارة شؤون البلديات والزراعة ويتولى مقرر اللجنة إعداد جداول أعمال اللجنة واختار الأعضاء بها وتدوين محاضر الاجتماعات وغير ذلك مما يكلفه به رئيس اللجنة من مهام من أخرى المادة السادسة يلغى القرار رقم 17 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وبين الوزارات المعنية اشتركوا في القناة